كهرمان مرعش المدينة التي أصبح اسمها على كل لسان بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وسمي باسمها مدينة ضاربة في التاريخ وعلى صفحاته كتب عنها الكثير فتغير اسمها تارات عدة حتى سميت بالبطلة قبل أن تحمل لقب المنكوبة في جنوب تركيا تقع المدينة على تقاطع صدعي البحر الميت وشرق الأناضول ما جعلها منطقة زلزالية من الدرجة الأولى تحظى هذه المدينة بتضاريس متنوعة من جبال شاهقة إلى سهول منخفضة تشقها الأنهار والجداول ما منحها مناخا مميزة ميزتها الجغرافية جعلتها محط اهتمام الحضارات والإمبراطوريات المتعددة التي تعاقبت على حكم المنطقة وفي العصر الحديث لقبت مرعش بكهرمان أو البطلة بعد مقاومتها الاحتلال الفرنسي لتركيا لتصبح أول مدينة محررة عام 1920 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر